دخلت اليمن نفق الحرب وكان الاقتصاد الوطني المتضرر الأكبر حيث أصيب بالركود المالي نتيجة لغياب الخدمات وتدهور المؤسسات وتوقف النفقات التنموية والاجتماعية التقارير المحلية أكدت أن المالية العامة لليمن واجهت منذ الربع الأخير من العام الماضي أزمة سيولة حادة ووصلت خسائل الإرادات بحسب وزارة التخطيط إلى أكثر من ألفين مليار ريال بنظر اقتصاديين فإن عدم الإسراع في إيجاد حلول جادة لمنع انهيار الاقتصاد اليمني أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن الذي بلغت خسائره وفق تقرير الغرفة التجارية بصنعاء إلى 18 مليون دولار التدهور المتسارع للاقتصاد أثر على العملة الوطنية ما جعل البنك المركزي اليمني يعلن عن ترتيبات قادمة لطباعة كميات جديدة من الفئات النقدية بهدف استبدال التالث منها والتي قدرت وفق تقرير سنوي للبنك بتسعين في المئة من حجم النقد المتداول ورافق الفئات النقدية التالفة عجز عن طباعة فئات نقدية جديدة أو استقبال منح وقروض خارجية تقرير البنك المركزي قال إن الاستنزاف الذي حدث للإحتياطي النقدي منذ انقلاب سبتمبر 2014 أدى إلى فقدان البنك المركزي قدرته على سداد الالتزامات الداخلية والخارجية كان البنك المركزي قد نقل إلى عدن كأحد الحلول الاقتصادية لكن قيادة البنك أعلنت أكثر من مرة أن تحديات مستمرة تواجه البنك منها التدخل في استقلاليته من قبل أطراف أهمها التحالف استمار انهيار الاقتصاد دون حلول عملية يزيد من مساحة الفقر ويفاقم من الأزمة الإنسانية ويعمل في الوقت ذاته على تقويض مؤسسات الشرعية